تمكنت مملكة البحرين من التمييز في الملف الرقمي من خلال اعتمادها على بنية تحتية متطورة لقطع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نعم هذه البنية ساهمت في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا والتقنيات الأمر الذي نعكس بتأثيره الإيجابي على الاقتصاد الوطني تولي مملكة البحرين التحول الرقمي اهتماما بارزا بهدف الوصول إلى الحوكمة وبناء مجتمعات مستدامة وشاملة ترتكز بشكل رئيسي على تقديم خدمات مثالية للمواطنين والمقيمين والمؤسسات باعتبارهم محورا أساسي لعملية التنمية في المملكة هذا وتتخذ المملكة مكانة رائدة إقليميا في ملف التحول الرقمي منذ بدايات الألفية الثالثة من خلال إطلاق استراتيجية الحوكمة الإلكترونية التي وضعت من خلالها سياسات الخدمات الرقمية ما مكن المملكة من تحقيق مستويات عالى من الشفافية والانفتاح والشمولية في العمليات الحكومية وتشجيع المشاركة في تصميم وتقديم الخدمات العامة وتطوير السياسات وأتى نتاج التعاون بين مختلف الجهات الحكومية من خلال إطلاق أكثر من 600 خدمة إلكترونية على البوابة الوطنية تخدم أكثر من 40 جهة حكومية إضافة إلى إطلاق أكثر من 14 تطبيقا يخدم المواطنين والمقيمين مع توفر أكثر من 13 خدمة في أجهزة الخدمات الذاتية إلى جانب أكثر من 20 نظاما وطنيا وحكومي يتم تطويره وإدارته بشكل مستمر إنجازات وتطورات تسير بشكل تصاعدي في ملف التحول الرقمي عكسها التعاون الدائم بين مختلف الجهات في مملكة البحرين ما أسهم في تعزيز الابتكار في المجال الرقمي وأتمتت العمليات التي من جانبها خلفت رؤى ديناميكية تتطلع لمستقبل أكثر تطورا ترجمة نانسي قنقر